بس أنا عندي ما يدلل على الكلام اللي بنقوله إن فيه ناس عايشة وفيه ناس فوق القانون زي مثلا زي الفنان محمد رمضان والناس عارفة رأي فيه بس مش القصة يعني هو ممثل كويس بس إنسان يعني بعيد إنسانيته فيها مشكلة شوية محمد رمضان وفيه كورونا وفيه حظر وفيه ما تبعدوه تبعدو يا جماعة وفيه الكلام الجميل اللي بنقعد نسأله نسمع عليه ده قالك إن محمد رمضان ده فرح أخته ربنا يفرح الناس كلها فرح بس لما يكون الفرح بيتعامل كده بالشكل ده وتيجي تقول لي كورونا وتيجي تقول لي ما تصليش في الجامع وتيجي تقول لي الغلابة لو عملوا كده يتخدوا يتحطوا في البوكس وصور العيالة الصغيرة اللي شفناها مع بعض مبارح يتحطوا في البوكس عشان كانوا قاعدين مع بعض طيب ما ده يا جماعة لو فيه كورونا ما هتنتشر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ما هي هي ولا هو مغفر له أنا عندي يعني ده فرح أخت محمد رمضان مغفر لها عشان هي أخت محمد رمضان علشان هو من الطبقة بتاعتهم الخمسة في المية اللي تكلم عنها الأساس محمود بينما الشعب أوعة الشعب أوعة من ده تعالوا نشوف عندي هنا أفراح للشعب تعالوا نشوف الناس المواطن الواعي المواطن أهو بيتجوزوا هذه العريس والعروسة على البساطة والأمة هي أنا أنا بحيهم جداً وبحي الأسرة البسيطة دي جداً وبحي العريس المبتسم وعرسته جداً جداً أن أنتوا وعيين الأمور مش بالمظاهر الأمور بالوعي وبالفهم الناس دي وعية وفهمة أهو يا جماعة ما فيش مئة ألف واحد ولا فيه دوشة ولا زن أواء الناس ببساطتها وفرحتها طيب ده في مقياس الوطنية في مقياس الحرص في مقياس أنه بيسمع كلام البلد والنظام ده أولى ولا محمد رمضان أولى لا يبقى محمد رمضان لأن محمد رمضان من أدواته اللي بيستخدمها أنه يعني يغير ويغيبوا أي الناس خروج زوج أخت محمد رمضان من اسم زايد بعد التحييق معاه طبعاً خدوه بعد كده عشان الناس اتكلمت والموضوع انتشر وحققوا معاه أخر بينما أي حد تاني بيروح لازم يدفع الكلة أربعة تلاف جنيه بتوع الحظر والمهانة والمعاملة والكلام ده كل الحبس والغرامة تفاصيل عقوبات مخالفة التعايش مع فيروس كورونا طب يا ترى جوز أخت محمد رمضان اتحبس؟ لا ما تحبسش ما تحبسش يلا يا رجل على طول طلع خروج زوج أخت محمد رمضان من اسمي زايد بعد التحييق معاه معاه يا ابني عملتني كده قاله لا فرح وبنفرح له طب يلا روح في نظام في البلد ولا لا في قانون في البلد ولا لا مصر الأخيرة بالشرق الأوسط في مؤشر سيادة القانون أصلاً مصر الأخيرة في مؤشر سيادة القانون في مصر أصلاً حضرتك زي ما انت شايف كده ليه؟ علشان القانون أعور في مصر مش أعمى هو المفروض يبقى أعمى هو أعور بيمشي بعين وعين بيسامح محمد رمضان بس ما بيسامحش الناس ما بيسامحش الشيخ اللي نزل قال حصل للعيد أو قدم في الجامع أو قال قرآن قبل صلاة المغرب في رمضان ده القانون ودي الدولة في مصر عموماً مع موضوع ده حصل تنمر نحن ضد التنمر جداً وأبداً ونرفضه تماماً مع كل الناس حصل تنمر على أخت محمد رمضان والناس قاعدت تقول شكلها ومش شكلها يا جماعة يعني نرتقي شوية وأنا ما بتكلمش عنها علشان هي أخت محمد رمضان أنا بتكلمش عنها لشخصها عفواً أنا بتكلم عنها علشان استخدام أخوها لواجهته وسلطته في البلد هي قالت في حاجات الواحد بيتولد بيها مالوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمد لله مختنعة جداً بشكلي وما عنديش مشكلة مع الناس اللي شايفيني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين تعلمه إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذو حد بكلامكم كلامك محترم جداً يا إيمان بشكرك على رقي كلامك جداً ويا ريت يا جماعة تعملوا زي من الإيمان بتقول وارتقوا في تعاملكم مع الناس كفاية تنمر بس ما تعملوا زي وتعملوا فرح اليومين دول علشان وبقى فيه اختلاط كتير كده أو الناس كتير على بعض قصدي لا لا ما كده غلط خاصة لما تكون من الشعب الغلبان لازم يكون أخوك محمد رمضان عشان ما حصلوكش حاجة في الاسم يعني